السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين الدعاء لله واجب علينا وكمان فيه ناس بتدعي وتقول يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني ونقول إن أي حد دع بالدعاء ده بالليل قبل ما ينام وشاف رؤية في المنام البر فالرؤية دي إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة لي على تحقيق طلبه ومنيته اللي بيتلوها من ربنا سبحانه وتعالى اللي هو دعا بسببها يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني وبالتالي هنقول إن أي حد في الواقع لي حاجة أو أمنية أو طلب ويلح على ربنا فيه ويدعوه به وشاف رؤية البرق في المنام وكان داعي بالليل بالدعاء اللي قلنا عليه ده فالرؤية إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة للرأي على تحقيق دعاءه وتحقيق أمنيته يعني هنقول مثلا إن كان في حد مصحور وعارف إن هو مصحور وحياته كلها متلقبطة ومتشقربة ومش عارف لا يتجوز ولا عارف يأكل ولا عارف يتحرك ولا عارف يشتغل وكل حاجة تعطلت معاه بسبب السحر ده وشاف الرؤية البرق في المنام بعد ما كان داع الله بهذا الدعاء قبل ما ينام فالرؤية إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة للرأي على قرب زوال السحر اللي هو مصاب به في الواقع وهنقول كمان إن كان في فتاة عزباء في الواقع وشافت رؤية البرق في المنام وكانت دعت الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء قبل ما تنام علشان هي حاسة إن هي عندها حالة تعطيل وكل محد يتقدم لها للزواج ما يحصلش نصيب وشافت بقى كده إن هي عندها تعطيل في الزواج ونقول لها إن شفت رؤية البرق في المنام بعد ما تدعي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدعاء قبل النوم فالرؤية دي إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليكي على قرب الزواج في الواقع وزوال الدرر اللي انت مصاب به في الواقع والله سبحانه وتعالى قدره أعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان برضو هنقول إن الرؤية دي للمرأة المتزوجة اللي لسه ربنا سبحانه وتعالى مرزقاش بالأبناء وكانت كل يوم بتدعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرزقها بالأبناء أو إن هي تحمل وتنجي ويكون عندها أبناء ودعت بقى الليلة دي بالليل يا مغيث أغيثني يا مغيث أغيثني يا مغيث أغيثني وطلبت من الله إن هي يكون عندها أبناء وشافت رؤية في المنام رؤية البرق فان شاء الله سبحانه وتعالى الرؤية دي هتكون دلالة لها على قرب الحمل والإنجاب في الواقع طيب ونقول كمان إن الإنسان اللي في الواقع مديون ويدينه كان كبير قوي ومش عارف يسد منه أي حاجة وما عندوش مصدر للرزق في الواقع علشان حتى يعيش منه واللي يفيد يسد منه وكان بيدعو الله كل يوم إن هو ربنا يسدد عنه ودينه ولكن الليلة دي بقى بالليل دعا وقال يا مغيس أغسني يا مغيس أغسني يا مغيس أغسني ودعا ربنا سبحانه وتعالى إن هو يسدد عنه ودينه ونام وشاف رؤية في المنام البرق فان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون الرؤية دي دلالة ليه على قرب سداد ديونه في الواقع لأن الله سبحانه وتعالى هو المغيس فما نقدرش نقول إن هو مش هيغيس عبده طالما كمان العبد طلب من رب أنه هو يغيسه في الواقع والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامك طيب ونقول كمان إن كان الرائف الواقع إنسان مريد مهما كان مرض مستعصي أو شديد وشاف رؤية في المنام البرق بعد ما كان بيدعي ربنا ربنا سبحانه وتعالى يشفيه وقال يا مغيس أغسني يا مغيس أغسني يا مغيس أغسني ونام بقى وشاف في الرؤية البرق فالرؤية هتكون إن شاء الله سبحانه وتعالى دلالة للرائي على قرب الشفاء مهما كان المرض وإن كان مرض مزمن ملهوش علاج فالشفاء هنا هيكون تحسن حالته يعني إن كان مثلا المريد مريد سكر وعلى طول سكره مرتفع أو مريد ضغطه على طول ضغطه مرتفع وهنقول له بقى هنا إن مرض السكر أو الضغط أمراض مزمنة ما بتروحش ولكن هتتحسن حالتك ويبقى ضغطك مظبوط وسكرك مظبوط أو إن كان عندك أي مرض برضو وبائي برضو ما بيروحش برضو هيروح مهما كان بقى له سنين معاك طالما دعوت الله سبحانه وتعالى يا مغيس أغسني يا مغيس أغسني يا مغيس أغسني والله سبحانه وتعالى أدراه وأعلم وأسعد الله دائما منامك طيب هنتكلم هنا بقى عن المرأة المعلقة وهنقول إن المرأة المعلقة اللي جوزها مثلا بيضربها أو بيجتمها أو هاجرها أو بيعملها معاملة سيئة أو أيا كان ما بيصرفش عليها وطلب الطلق منه وهو مش راضي عشان يعزبها ويضايقها ويقهرها وشافت بقى رؤية في المنام البرق وكانت الليلة دي قبل ما تنام بتدعي وتقول يا رب حلها من عندك يا مغيس أغسني يا مغيس أغسني يا مغيس أغسني فربنا سبحانه وتعالى هيرسل ليها الحل وإن شاء الله سبحانه وتعالى تطلق من هذا الزوج السيء اللي بيعملها معاملة سيئة في الواقع وهنقول كمان برضو إن المرأة الأرملة في الواقع اللي بعد ما زوجها توفى أهل زوجها أكلوا عليها ورثوا أو مش راضين يسلموها الورثة عشان هي واحدة ستة ويقولوا بقى أن الورثة ما بيطلعش بره الرجالة ومش راضين يسلموها بورثها وهي عيشة من غير أموال ومعاها مثلا كمان أطفال وشافت رؤية في المنام البرق وكانت دعية بالليل ربنا سبحانه وتعالى إن هو يفرجها عليها ويوجد لها حل في الموضوع ده وقالت يا مغيث غثني يا مغيث غثني يا مغيث غثني فالرؤية دي إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليها على إن ورثها من زوجها هيجي لها الغاية عندها لأنها طلبت مرغبنا سبحانه وتعالى يا مغيث غثني يا مغيث غثني يا مغيث غثني تلات مرات في الدعاء والله سبحانه وتعالى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وهنقول بقى إن أي حد ليه حق عند حد تاني أموال كانت بقى أو أوراق أو أي حاجة منع الرأي إن هو يخدها عشان تثبت حقه في أي أمر والرأي كان الليلة دي دعا ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يرجع له حقه ويزيل عنه الظلم اللي وقع عليه في الواقع وبعد ما دعا الدعاء قال يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني وشايف رؤية بقى في المنام البدء فالرؤية هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليه وبشارة ليه إن حقه عمره ما يروح طالما إن هو طلب من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يساعده في رجوع حقه وكمان دعا ربنا سبحانه وتعالى بيا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني فالرؤية دي إن شاء الله سبحانه وتعالى بشارة ليه بعودة حقه وربنا اسمه الحق وعمر ما فيه حق بيضيه عند أي حد والله سبحانه وتعالى أدر وأعلم وأسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة